لماذا هذه الحصون والقلاء وجدت هذه المعلومات فأحببت أن أتقاصمها معكم فرع أجدادنا المغاربة في البناء وتفننوا فيه وما زالت حصون وقلاء صامدة أمام تأثير الأمطار والرياح وأشعة الشمس هذه الآثار تشهد على ما بلغوا المغاربة من تقدم في هذا المجال ظهرت الحصون والقلاء في عهد يوسف بن تاشفين المرابطي الذي بنى أسوارا كبيرة تحصن المدن وتحميها من هجمات الأعداء وبنى القلاء ليقطنها الجنود حماة الوطن وفي عهد أبي الحسن المريني تم تشهيد حصون أخرى بالمدن الساحلية كما بنى شبكة من القلاء الدفاعية على طول الشواطئ المغربية بكل من آسفي والجديدة والرباط وغيرها كان الجنود يحرصون هذه القلاء فيعتلونها ليراقبوا الحدود البحرية ولأن الأعداء غالبا ما يهجمون ليلا فإن جندي الحراسة إذا رأى سفينة للعدو مقبلة أشعل النار فوق برج الحصن أو القلعة ليراها جندي آخر في برج آخر فيبادر إلى إشعال النار بدوره ليراها من برج آخر من هو أقرب إليه وهكذا تنتقل الإشارة من برج إلى برج حتى تصل إلى السلطان الذي قد يكون بعيدا عن السواحد بمئات الكيلو مترات فيقمر الجنود بإعداد العدة لطرد العدو وكان نقل خبر قدوم الأعداء يستغرق ليلة أو بعضها لينتشر في ربوع واسعة من المغرب ونظرا للدور الرئيسي للحصون والقلاع في حماية البلاد انتشر هذا النوع من المعمار في ربوع المغرب إذ لا تخلو منه مدينة من المدن العتيقة فأسوار مدن مكناس والرباط وفاس شاهدة على ذلك كما تشهد أطلال حصن تاس نولت بضواحي مدينة تزنيت وبقايا قلعة تاس غموت جنوب شرقي مراكش على اعتماد هذه التقنية في حماية الوطن لكن ألا ترون أن المدة التي يستغرقها انتشار الخبر كانت طويلة؟ النهاية ترجمة نانسي قنقر